عايز اتكلم مع حضراتكم عن امر اخر او حرجع اتكلم عن موضوع كهرباء لان انا موضوع كهرباء انا الحقيقة كنت مستني لما اطلع مع حضراتكم من خلال البيت الكبير عشان اعرف اتكلم مع في هذا الامر اولا في فيديوهين بخصوص ازمة كهرباء فيديو قدمه اللاعب والنادي الاهلي وفيديو مقدم من اطراف اخرى طيب لجنة الانضباط شافت فيديو واحد فقط اللي هو مقدم من الاطراف الاخرى لماذا رفضت لجنة الانضباط انطارة على فكرة كلها اسئلة اتمنى ان حد يجاوب لها ليه لماذا رفضت لجنة الانضباط انها تشوف الفيديو التاني واصرت على الفيديو المقدم من الاطراف الاخرى ده السؤال الاول طيب في نقطة تانية اللي انا عرفه في لجنة الانضباط مفيش عقوبة غلة بنص يعني ما ينفعش تيجي تقول ايه عقوبة كده اتنشر مباراة لإسلام مثلا يعني ولكن في موضوع كهرباء تحديدا انا عايز اعرف ما هو النص اللي حضراتكم استندتوا عليه في ازمة كهرباء ومن المفترض لما يكون مفيش نص يتم اللجوء الى لائحة المسابقات ده اللي انا عرفه مش اللي انا عرفه ده الكلام اللي الناس كلها بتقوله طيب هل فيه في لجنة المسابقات عقوبة لتنشر مباراة حد يقول لي طالما مفيش لايحة في لجنة الانضباط يبقى المفروض ارجع لإيه للجنة او لائحة لجنة المسابقات طيب هل في لائحة لجنة المسابقات توجد اتنشر مباراة مفيش أنا بقول لحضراتكم كلام أو معلومة مفيش في لائحة لجنة المسابقات عقوبة تسمى إيقافة نشر مباراة طيب لماذا لا تريد لجنة الانضباط أن تتكلم أو تقول حيثيات القرار رغم أن الفيفا بالمناسبة مش إسلام ولا النادي الأهلي ولا جمهوره لا الفيفا بتجبر لجنة التظلمات أن يطلعوا يقولوا الحيثيات الخاصة بقرار فطبعا اللي أنا بتكلم فيه ده بيعمل إيه حضراتكم بيودينا أو بيخلي بعض من لا يشجع النادي الأهلي يروح لحالة جديدة أو حالة تالتة من الابتزاز الرياضي بتحصل هذه الحالة التالتة أو هذا النوع التالت من الابتزاز الرياضي بتحصل ليه؟ أنا عايز أوقف كهربا مش عايز ألعبه وماتش السوبر على فكرة لو كان كهربا يستحق الإقاف كنت حتجد أن النادي الأهلي مالوش علاقة وجمهور النادي الأهلي مش مالوش علاقة ما عندناش مشكلة كهربا نفسه كانت حيتقبل الأمر ولكن وإحنا عمرنا ما كنا حنتطلع نتكلم في هذا الأمر ولكن طيب حيكون الحل إيه؟ لو الفيديو اللي اللاعب مقدمه اتعرض على خبير زي ما هو طالب وقال إن الفيديو ده هو اللي صح أنا كلاعب وكنادي استفدت إيه؟ إيقافه وعدم لعبه ده لو هم عايزين يعملوا كده الدليل على كلامي إن فيه تربص إن المسؤولين يطلعوا يتكلموا ويعلنوا العقوبات عبر شاشات التلفزيون معرفش ليه ما تطلعوا وتعلنوا لو أنتوا شايفين الموضوع كده النهاية في النهاية يعني الكلام اللي أنا بقول أنا على فكرة عندي تفاصيل كثيرة جدا 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 وهناك مفاجآت خلي بقى لحضراتكم هناك مفاجآت بخصوص هذا الأمر ستظهر قريبا أنا مش مخول إن أنا أعلن عنها دلوقتي ولكن حتشوفوا مفاجآت مدوية حتشوفوا مفاجآت إيه؟ مدوية في هذا الأمر كله في وقته ولكن اللي أنا بقوله دلوقتي هذا النوع من الابتزاز لن نسكت عليه واحد يطلع يقولك إيه؟ أنا حنفذ اللجنة حنفذ القرارات لأن قرارات لجنة الانضباط قرارات مجابة لازم ننفذها يا راجل دلوقتي يعني هي قرارات لجنة الانضباط مجابة دلوقتي واللي هي لمجرد إن إحنا نمشي الموضوع ونخلي كهرباء كمان يتوقف طب إيه اللي حيحصل بكرة في اجتماع لجنة الانضباط؟ ما عرفش يحصل اللي يحصل أنا شخصيا مايفرقش معايا لأن أنا متأكد مش أنا الوحدي أنا وعندي جمهور سبعين مش إسلام جمهور الأهلي طبعا جمهور الأهلي سبعين تمانين مليون أهلاوي متأكدين من صحة رجنة الاستئنافة أنا أسف من صحة قرار أو من صحة إن الكهرباء لم يفعل شيء ومتأكدين من هذا الأمر والله العظيم تلاتة لو كهرباء إحنا عارفين إنه هو غلطان ما كانش حيطلع حد يطلع يتكلم لأن جمهور النادي الأهلي هو جمهور محترم ويعلم تماما تماما إيه اللي حيحصل ومين الصح ومين الغلط فالحقيقة أنا حبيت بس أقول لحضراتكم في عودتنا أن هناك أنواع كثيرة من الابتزاز الرياضي زي ما حضراتكم شايفين يطلع خبط وخلي فلان يقول الله دي ليست العدالة إن الكهرباء يلعب وليست العدالة إن مش عارف إيه إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونكسب ويلعب اللي يلعب في المباراة القادمة في السوبر الناس بتحاول تودي أنا عندي مواضيع كثيرة جدا جدا أو عندي إخفاقات كثيرة جدا في كل الألعاب تقريبا فأعمل إيه مش أنا أنا نادي الأهلي أنا بتكلم على الأندية الأخرى أو اللي بيعملوا هذا النوع من الابتزاز فبيعملوا إيه شايفين إن الناس مشغولة بموضوع كهرباء فإرمي عند موضوع كهرباء لغاية لما أشوف إيه اللي هيحصل عشان الناس تبعد عن اللي بيحصل في الهندبول ولي بيبعد ولي بيبعد عن اللي بيحصل هنا ولي بيحصل هنا